إذا علمتم أن F لـ X يساوي سالب X تربيع زائد AX زائد B تقسيم X تربيع زائد CX زائد D A, B, C و D حدود ثابتة غير معروفة اختر الرسم البياني المناسب للدالا Y يساوي F لـ X الخطوط المتقطعة هي الخطوط المقاربة وهناك أربع خيارات أوقفوا الفيديو وحاولوا معرفة الإجابة بأنفسكم حاولوا إيجاد الخطوط المقاربة الأفقية ماذا يحدث كلما اقتربت قيمة X من اللانهاية السالبة أو الموجبة؟ F لـ X يساوي الحدود الأعلى درجة التي يعتمد عليها الناتج كلما ازدادت القيمة المطلقة لـ X هذا يعني أن F لـ X يساوي تقريباً سالب X تربيع تقسيم X تربيع ويساوي سالب 1 هذا يعني أن منحنة F لـ X يقترب من سالب 1 باتجاه اللانهاية السالبة أو الموجبة إذن الخط المقارب الأفقي للدالة F لـ X عند Y يساوي سالب 1 أي الخيارات الأربعة يكون فيها الخط المقارب الأفقي عند سالب 1؟ في الخيار A الخط المقارب الأفقي عند Y يساوي سالب 1 بإمكانكم التحقق من أن الإحداثي الرأسي هو سالب 1 لاحظوا أن الفرق بين إحداثيات المحور الرأسي هو وحدتان لأن الإحداثيات الموجودة هي 2، 0، سالب 2، وسالب 4 هذا يعني أن الخط عند سالب 1 إذن A هو الخيار الصحيح في الخيار B الخط المقارب الأفقي عند Y يساوي موجب 2 إذن الخيار B ليس الجواب الصحيح أما في الخيار C الخط المقارب الأفقي عند Y يساوي 0 لأن المنحنى يقترب من المحور الأفقي من الأعلى والأسفل إذن الخيار C ليس الخيار الصحيح كذلك في الخيار D الخط المقارب الأفقي ليس عند Y يساوي سالب 1 وإنما عند Y يساوي 0 إذن الخيار D أيضاً ليس الجواب الصحيح هذا يعني أن الخيار الصحيح هو A ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر